اشتركوا في القناة ليا اربع شهور بس الشغل اللي اشتغلت فيها كان حوالي شهرين لاني بصراحة عد علي رمضان وعدت علينا الكورونا والحاجات دي فعدت علينا ظروف كتير فتعطلت شوية لكن انا بجد انا اللي اتأخرت عليها شوية لو اشتغلت على نفسي شوية اكتر فكنت هكمل من بدري بس الحمد لله ربنا اكرمني وكملت الشروط والحمد لله دلوقتي لسه صغيرة برضو بس الحمد لله حققت الشروط وقناتي اتفعالت ودي كانت اهم خطوة انا دلوقتي حسيت ان انا عملت حاجة الحمد لله الموضوع كان متعب اكيد طبعا وكان الفكرة ان المشتركين والالف مشترك والاربع تلاف ساعة كانوا شرط صعب جدا علي بس الحمد لله قدرت اتجوزهم واعملهم في وقت كويس زي ما كنت بسمع اعمل فيديوهات كتير اعمل اشير الفيديو بتاعي في كل حتة واعمل دعايا نفسي واعمل كده فالحمد لله ربنا وفاني ودرت افعالها الحمد لله انا حاب اقول لكل واحد بيكمل ويعني بتقولوا سلاحظات احباط ان لا مسيرك توصل مسير اللي ماشي على خطوة هيمشي عليها ان شاء الله ويكملها للاخر ما تيقسوش وما تتقيقوش ان شاء الله لحد مربنا وفقكم جميعا باذن الله فهد الوقت احب اقول لكم يعني شوية حاجات ممكن اكون عملتها وانا بعمل في المشوار ده يعني حكاية نعمل فيديوهات كتير في الاعلانات الممولة برضو بتتعامل كويس في عالفيسبوك على اليوتيوب برضو بتعمل شوية حركة بسيطة بس بتعمل برضو الفيديوهات اهم حاجة فيديوهاتك انت اللي بتعملها حكتك انت اللي بتعملها اللي بتشتغل عليها هي ادي اهم حاجة لان هو ده المحتوى اللي بتقيم عليه قناتك فلازم تهتم محتوى معين محتوى كويس وسابق يقعد معاك وتكمل معاه للآخر وطبعا أشكر كل اللي بيعلق لي وكل اللي عندي على القناة ناس محترمة جدا وبحبكم جدا كلها أصدقائي وياريت اللي بيسمعني يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد القناة بتاعتي إن شاء الله لسه في حاجات كتير هنعملها حاجات جميلة بإذن الله الأساس اللي عندي إن قناتي لكل حاجة في البيت أي حاجة في البيت مش هنرميها لو كارتونة لو علب التونة لو شوية أخشاب بلاستيك أي حاجة هنشاء الله هنلاقي لها فكرة وهنعمل أفكار كتير بإذن الله وحاجات بكل مناسبة هنعمل وعندي برضو لسه للأطفال في الرياض الأطفال لسه هنعمل أفكار وسائل تعليمية كتير وكتاب تفاعلي بجهز له إن شاء الله فبرضو بنعمل أفكار حلوة أرجو أنكم تستمروا عندي في القناة وكل اللي يشوف قناتي جديد أرجوك يشترك عندي ويفعل الجرس وإن شاء الله ربنا يوفينا جميعا ووفق كل العام القناة واللي حابب يكمل إن شاء الله ربنا يكرموا ووفقوا يا رب إن شاء الله وتوصلوا بإذن الله دي لسه بداية الخطوة لسه أول خطوة دي لسه تحقيل ربح يعني بعد ما بحسته كده لقيته صعب شوية إن أنا أعمل 100 دولار ده مشوار تاني وحدي يعني علشان أعمل 100 دولار بس يعني فلسه برضو زادة يعني أصعب شوية من تحقيل لأربع تلاف ساعة بصراحة إنك تعمل مشاهدات وإنك تعمل تشتغل على القناة أكتر بس أنا حاول إن شاء الله مش هيئس أنا بسيت على قنوات الكبيرة اللي وصلت دي لقيتهم لهم سنة واثنين وثلاثة بيشتغلوا مش بيشتغلوا من دلوقتي فأنا مش طمعانة إن أنا حقق من دلوقتي وإن شاء الله رب إن يكرمني بإذن الله وهنبتدي واحدة واحدة بإذن الله إن شاء الله هنوصل مع الوقت بإذن الله هنوصل أنا الموضوع بتاعي إن أنا بحب الشغل ده أكتر وحابة إنه يكمل معايا أنا حتى لو لما بزهق من قناة بحبش أنزل فيديو ما برضاش أعمل فيديو بيوحشني الشغل بصراحة بيوحشني اللزء والقص والكلام ده كله بيوحشني فمقدرش أعود كده ما أعملش حاجة فده اللي بيخليني إن شاء الله أستمر معاكم وإن شاء الله يا رب يا رب إذن الله إن شاء الله أقدر أكمل وواصل المشوار اللي لسه هو بدايته دلوقتي وأشكر كل هنوني وكل اللي دخلوا في التعليقات وقالوا لي مبروك ربنا يبرك فيكم جميعا يا رب ووفعكم وتوصلوا لكلكم يا رب إن شاء الله توصلوا وتكبروا بإذن الله وكلنا نكبر إن شاء الله يا رب شكرا جدا لتعليقاتكم جميلة واحد يقولك وقافي واحد يقولك ما تكمليش لا المحتوى ده مش هينفع المحتوى ده لا الناس ما بتحبهوش ده مش هيعمل لا ناس كتير والجماهير كتيرة ولولا اختلاف الناس اختلاف الناس رحمة لو لاختلاف الناس لبارة السلع لأن كل واحد وليه حاجة بيدور عليها أنا لقيت نفسي في حاجة أكملها وسدقيني اللي انت شطرة فيه هو اللي هتستمر فيه وهو اللي هتحبي تكملي فيه أرجو أني أكون قدمت حاجة ولو نصيحة بسيطة بجد يا جماعة ما تقسوش ما تتضيقوش الكلام ليكو ولي لأن لسه المشوار بيبتدي وربنا إن شاء الله يوفقكم ونعتبرها خطوة بداية ودعونا أنا أسفل تلي فرن فبرضه هكامل معلش وأقول لكم كل سنة متطيبين بمناسبة عيد الأطحى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة